في محاولة لتخطي صدمة انشقاقي رئيس الحكومة السورية رياض حجاب عقدت الحكومة السورية الجديدة التي تم تعيين عمر غلاوانجي على رأسها جلستها الأولى في حين كان الميدان السوري يعيش المعارك تلو الأخرى خصوصا في حلب أحياء المدينة المختلفة تشهد أعنف المعارك مع استخدام القوات النظامية الطيران المروحي في القصف بالتزامن مع أزمة إنسانية حادة رفع المجلس الوطني السوري الصوت للعمل على معالجتها من قبل مجموعة أصدقاء سوريا الجيش السوري الحر أعلن من ناحيته أنه يسيطر على 50% من المدينة حيث يمهد النظام لمعركة حاسمة ما دفع المراقبين الدوليين إلى مغادرتها والعودة إلى دمشق حيث المقر العام لبعثة الأمم المتحدة كما أعلنت مجموعة من المقاتلين المعارضين أنها هاجمت حقلا نفطيا في ريف دير الزور واشتبكت مع القوات المكلفة حمايته أما في بورصة الانشقاق وصل جنرال سوري جديد إلى تركيا يرافقه 12 ضابطا وأكثر من ألف لاجئ هربا من المعارك المتواصلة وفي قضية المخطفين الإيرانيين الذين أعلن المقاتلون مقتل ثلاثة منهم حملت طهران الولايات المتحدة مسؤولية حياتهم ترجمة نانسي قنقر